أضاف وزير الأسكان أن الوزارة تسعى لخلق محور جديد لصغار المستثمرين والمطورين لدعمهم وأكد أن الوزارة ستقوم بطرح صندوق استثمارية لتمويل المشروعات السكنية بطرق محفزة من ضمن الحاجات المهمة أنه سيبقى عندنا نوع من أنواع التنوع في أسلوب التمويل الخاص بالوحدات السكنية والرصيد الموجود يعني إحنا دلوقتي ممكن نكون بمبيع من خلال شركات تسويق أو من خلال منصة الهيئة لكن إحنا برضو هيبقى فيه سنديق استثمارية إحنا هنعملها إن شاء الله أو سقوق هتنزل برضو تباعاً وهنتحها للمواطنين يعني بحيث أن إحنا عندنا تنوع في أسلوب إدارة تمويل المشروعات اللي خاصة بينا وكيفية تسويقها وتنوعها